التعليم الفني. النهاردة هنستكمل حلقة او حلقات كنا اتكلمنا فيها قبل كده عن منظومة الفرامل وصيامة منظومة الفرامل. اتكلمنا عن منظومة الفرامل والغرض منها ووظيفتها والعوامل المؤسرة فيها وانواعها وعرفنا ان من انواع الفرامل انواع الفرامل المستخدمة في المركبات بتاعتنا ان انا عندي فرامل ميكانيكية زي فرامل التزبيت وكانت الفرامل الميكانيكية مستخدمة في السيارات القديمة برضو وعندي فرامل هيدروليكية اللي هي بتستخدم وسيط نقل القوة اللي هو سائل السائل الهيدروليكي اللي هو الزيت وعندي فرامل هوائية واحنا بنستخدم الهواء كوسيط لنقل القوة الفرمالية وعندي النوع الاخير اللي هو بيستخدم انظمة مانع الانغلاق او فرامل هي فرامل هيدروليكية برضو ولكن بتستخدم معها انظمة حديثة شوية علشان تمنع انزلاق او انغلاق العجلات على الطريق ودي حاجات هنتكلم فيها في حلقات جاية ان شاء الله. لكن نكمل النهاردة في اه او بنستكمل درس اشتغلناه اه حلقات سابقة قبل كده. وبنتكلم عن بطانة الاحتكاك ونكمل في اه انظمة الفرامل او منظومة الفرامل والاعطال والتشخيص بتاعتها كمان. بطانة الاحتكاك تعالوا نشوف بطانة الاحتكاك اللي بنستخدمها في المركبة او في منظومة الفرامل عندي بطانة بتستخدم اه في العجلات الامامية والعجلات الخلفية او الفرامل الانقباضية والفرامل الانفرجية. اللي قدام مني دي اللي بنستخدمها مع الفرامل الانقباضية والقرص اللي قدام مني بتاع العجلة اهوت احنا شايفينه ده بنستخدم ده كده تيل الفرامل وقلنا ان الشأ ده فايدته للتبريد وكمان لتنظيف التيل بتاع الفرامل من الاتربة او من الرائش بتاع التآكل ينزل في النص هنا وبعدين يبدأ ينزل الى خارج المنظوم وكمان نحافظ على تبريد القرص آآ القرص نفسه ويحافظ على تبريد آآ تيل الفرام وده شكل القرص بتاعي اهوت اللي بيكون راكب على الاكس اهوت عشان ياخد حركته من الاكس او من الكورونا الامامية وهنا الاربع مسامير اللي هيركب فيهم العجلة بتاعت ده الكليبر او السرج وهنا ده تيل الفرام اللي اللي حطت ايده عليه ده 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 الحزاء بتاع الفرام يعني الجزء ده هو هو اللي في ايده دلوقتي هو اللي تحت ايده بالزبط دلوقتي تمام ده شكله هو راكب على العجلة طيب تعالوا بقى نعرف المؤازر الفرمالي او المساعد الفرمالي او الفاكيوم وده من اهم العناصر او من اهم الاجزاء في المنظومة اللي بتساعد معايا في عملية الفرمال دي بتخلي الفرامل عندي اه اه سهلة وما بتحسسنيش بقوة فرمالة يعني لو الفاكيوم ده مش شغال معايا حس ان انا راكب جرار زراعي مش عربية ملاكة المؤازر الفرمالي امتى الاول اعرف ان هو عطلان او مش عطلان لو حضرتك بدأت تدوس على دواست الفرامل والعربية بتاعتك واقفة المحرك واقف والعربية واقفة عايز استعرف المؤازر او الفاكيوم بتاعك عطلان ولا لا وده لطلبة بتوعي والسادة المشاهدين كمان معلومة سهلة جدا نعرف نعرف نحكم بيها على ان المؤازر او الفاكيوم بتاعي بلغة باللغة السوق زي ما بيقولوه فاكيوم شغال ولا مش شغال كل اللي هتعمله ان السيارة بتاعتك واقفة ما تشغلش المحرك واضغط على دواست الفرامل مرة واتنين وثلاثة وبعدين يعني افضل ضاغط هتحس ان الفرمالة محجرة تحت رجلك ابدأ شغل المحرك لما تحس ان الدواست بتاعت الفرامل نزلت معك بسهولة معناها ان الفاكيوم بتاعي شغال وما فيهوش اي مشكلة انما لو حسيت ان انت لما شغلت المحرك التحجيرة فكت بس بشكل ضعيف يعني مفيش جديد غير حاجة بسيطة جدا ده معناها ان الفاكيوم او المؤازر او المساعد الفرمالي بتاعك مش شغال او فيه عطل ففي الحالة دي انت محتاج تغيره لان انت ممعكش فرامل بتعرفش تمسك فرامل على سرعة عالية يعني خطر انك تمشي بالسيارة بالشكل ده مهم جدا انك تعرف اللعيب ده ومهم جدا انك تعمل صيانة لمنظومة الفرامل بتاعتك وتتأكد ان الزيت بتاعك نضيف الزيت بتاعك في المستوى المناسب قبل ما تتحرك بالسيارات بتاعتك في حاجات دورية كده كلنا عارفينها طلابي عارفينها لازم نعملها كل يوم من اول المنظومات المهمة جدا اللي لازم اعرفها كل اه اتطمن عليها كل يوم قبل ما اتحرك بالسيارة بعد منظومة لو اخدناهم بالاهمية يبقى زيت دايرة الزيت او منظومة الزيت وبعدين منظومة التبريد وبعدين منظومة الفرامل ما ينفعش امشي وحاجة من التلاتة دول فيهم خلل ما ينفعش امشي باي شكل من اشكال لو منظومة الوقوت فيها خلل العربية هتطفى مني وما عنديش مشكلة يعني مش هتعمل لي مشكلة مش هتأثر على حياتي لكن منظومة الزيت لو فيها مشكلة هتأثر على المحرك ممكن تدمر لك المحرك وتحتاج تغير المحرك كله تاني منظومة التبريد برضو لو فيها مشكلة هتعمل لي مشكلة في المحرك ونحتاج نغير المحرك او نعمل له توضيب او ايا كان يعني لكنها هتكلف كتير جدا اما منظومة الفرامل انا شايف ان احنا كمان ننقلها نخلاها هي الاولى لانها بتأثر على حياة الشخص نفسه اذا الاتنين الاولينين دول احنا هناخد منظومة الفرامل اللي خلاها هي الاول لان دي لها تأثير على حياة الانسان صاحب المركبة او قائد المركبة او صاحب السيارة الراجل اللي سايق السيارة لو منظومة الفرامل فيها مشكلة حياته في خطر يبقى منظومة الفرامل لازم اعمل لها صيانة دورية بشكل منتظم ولازم اكشف عليها قبل ما اتحرك بالسيارة. طب هكشف عليها ازاي? بكل بساطة المفروض ان انت قبل ما تتحرك بالسيارة بتاعتك كل يوم قبل ما تتحرك بالسيارة بتاعتك. وده للمشاهدين والطلابي ابص على السيارة بتاعتي من تحت. اشوف هل في زيوت تحت السيارة? الزيوت دي ممكن تكون نازلة من المحرك او من الجير بوكس او من منزومة الفرامة. تلات اماكن هيخلوا فيه زيت تحت اسفل السيارة. طيب ما عنديش زيت اسفل السيارة تمام ما فيش حاجة زي الفل. وياريت بقى لو حد بيقدر ينزل كده يبص على العجلات. طبعا مش كلنا بنعمل كده ولكن لو لو السيارة بتاعت جديدة انا مش محتاج يوميا اتابع تحت. لكن لو السيارة بتاعتي كانت انا شاريها مستقدمة وكانت قديمة شوية. فاني لازم ابص عليها وبص على العجل من اسفل كمان هل في زيت مرشح من من جنب العجلة? ده معناها ان الاستوانة الفرعية بتاعتك فيها مشكلة او بتصرب زيت? فخطر انك تمشي بالسيارة. بعد ما بصيت وما لقيتش فيه زيت ابص على المصدر الرئيسي او الاستوانة الرئيسية بتاعت الفرامل. هشوف مستوى او للزيت اللي فيه. طبعا عارفين انه بيبقى فيه علامتين ومن الماكس مام والميني مام اللي موجوء الزيت المفروض يكون بين العلامتين. بيكون عندي علامتين. ماكس مام اعلى حد للزيت وميني مام ده ادنى حد مسموح به في دايرة الزيت. طب لو قل عن كده تأسير الفراملة هيقل وكمان الفرامل بتاعتها تاخد هوا وهتحجر معايا ومش هيبقى معايا تقريبا فرامل. فدي خطر. ازن ما ينفعش ازود وما ينفعش اقل. لازم الزيت يكون في النص ما بين الاتنين. طب لو اقل لازم ازود زيت. لكن لو قل عن مينموم لازم تعمل استقصال للهوا في الدائرة بتاعتك. تروح لفني اللي هو حضرتك بقى الطلابي ويعمل استقصال للهوا. طبعا احنا عارفين ازاي نعمل استقصال للهوا يا شباب. ولو مش عارفين خلينا نقول بسرعة كده كل الموضوع ان انا مثلا برفع العجلة الخلفية هاخد البعيد الاول وبعدين اجي للقريب فالبعيد الخلفي برفع العجلة الخلفية هنلاقي فيه مصمار في الجنب. جنب العجلة من الخلف. وبعدين تقريبا بيكون تمانية بقى اخلي حد مشغل المركبة. طبعا انا فاكك طبعا اه السيارة بتاعت لو كانت اوتوماتيك فهي في الان لو كانت منول فهي في وضع المور وحد مشغل المحرك. وبعدين بيبدأ يعمل تدبيل على الفرامل يدبل يعني يبدأ يضغط على دواس الفرامل ويرفع يضغط ويرفع اكتر من مرة وبعدين يعمل تثبيت نقول له سبت على كده. فيضغط يفضل ضاغط على دواس الفرامل. في حالة اللي هو ضاغط على دواس الفرامل والمحرك شغاه. في حالة اللي هو ضاغط على دواس الفرامل انا ببدأ افك افك واربط في نفس اللحظة. مفتاح بتاعي على المصمار بتاع التنسيم او بتاع استقصال الهوى بفك واربط في نفس اللحظة. بينطر زيت وبعدين بربط في نفس اللحظة. وانكرر العملية دي مرة واتنين وتلاتة واربعة لغاية لما تأكد ان اللي طالع من المصمار زيت فقط ما فيهوش هوى. بعدين هروح للعجلة التانية في الخلف وبعدين اخد العجلتين لازم اعمل الاربعة طبعا. وانظمة الفرامل بيكون لها نظام مختلف شوية. ولكنه ما بيبعدش عن الموضوع ده علشان نسحب الهوى من المنظومة. لألا انت لو سبت الزيت لما ينزل عن المنموم هيدخل الهوى في المنظومة بتاعتي في دايرة الزيت وده طبعا هيعمل لي مشكلة كبيرة. تعالوا بقى نروح لي المؤازر الفرمالي ونعرف هو ازاي بيشتغل. المؤازر الفرمالي بيكون في النص ما بين دواسة الفرامل وما بين المصدر الرئيسي او الاستوانة الرئيسية. هنا الدراع اللي احنا شايفينه ده يا شباب بيكون راكب على دواسة الفرامل على الدراع بتاع دواسة الفرامل بمصمار. طب لو ماشينا معا كده هنلاقي ان الدراع ده او العمود ده راكب اهو واصل لجوه هنا بالغرفة بمتصل كمان بساق تانية اهو بس هم مفاصلين عن بعض لكنه بيأثر على نفس عمود تاني اللي هو هيأثر على مين على الاستوانة الرئيسية التانية هنا. الاستوانة الرئيسية بتكون ركبة على المسامير اللي احنا شايفينها ده مكان التزبيت تبقى ركبة هنا. فده هيكون بيأثر على مين على المصدر الرئيسي او الكباس اللي في المصدر الرئيسي او الاستوانة الرئيسية. هنا انا عندي الغرفتين دول متصلين ببعض طول ما انا مش دايس على دواسة الفرامل. يعني ايه متصلين ببعض? يعني الهوى اللي هنا زي الهوى اللي هنا. طب الهوى اللي هنا ده رايح فين? رايح على المحرك. غرفة المحرك من خلال المصورة اللي احنا شايفنا دي. يعني ده متصل بشفط المحرك. او بمجمع السحب بتاع المحرك. تمام يا شباب? فمجمع السحب هنا هيعمل ايه? مجمع السحب يا شباب هي بيسحب من الدواسة اللي قدام مني بيسحب من الفتحة اللي قدام مني دي. يسحب هوا. فيسحب من الفتحة الغرفتين. الغرفة دي مفصولة عندي عن طريق الرداخ اللي قدام مننا ده. طيب الرداخ في فاصل بينهم زي ما احنا شايفين. انا لو ضغط شايفين اللون الازرق ده ده اللي فاصل بين الغرفة اليمين والغرفة الشمال. شايفين الفاصل الرداخ اللي بينهم ده هو. ده بيفصل الغرفة دي يعني الغرفة دي. انا اول ما اضغط على دواست الفرامل فانا ضغطت ده للامام اللي اللي بنقول لازرق ده ضغطت الفين للامام. فانا خليت الغرفة اليمين الغرفة اللي على الشمال دي منفصلة عن الغرفة اللي على اليمين. وبالتالي كل السحب اللي بتاع المكنة هيسحب منين? هيسحب من الغرفة دي. تب مش لقي حاجة يسحبها فيسحب مين? يسحب الرداخ نفسه. يقوم ياخد الرداخ نفسه. اذا هنا قوة شفط المكنة هو بيستخدم قوة شفط المكنة ان هي تكون قوة مؤسرة معايا على الفرمالة نفسها. يخلي المؤازر نفسه او الشفط بتاع المكنة هو اللي يشفط ويسحب الدراع ده او يسحب العمود ده معايا جهة اليسار. عشان يؤثر على مين? على الكباس الرئيسي اللي فالسطوانة الرئيسية. اول ما ابدأ اشير رجلي من على دواسة الفرامل الغرفتين يتفتحوا على بعض تاني ويبقى الهوى اللي هنا هو زي اللي هنا. ويزيل تأسير الفاكيوم بتاعي. تمام? ازا ده مؤازر او مساعد فرمالي. مهمته ان هو يساعد معايا. هنشوفه هنا بشكل افضل. يساعد معايا بيخلي قوة شفط المكنة او قوة شفط المحرك تأثر معايا على اه تأثر معايا في الشفط او في القوة اللي هتيجي على الفرامل. تعالوا نبص على الصورة دي هتكون اوضح شوية. لو بصينا على الغرفة اللي على اليمين والغرفة اللي على الشمال. الغرفة اللي على الشمال دي المتصلة بالماكنة. بالمحرك. تمام? يعني المصورة ده هي رايحة على مين لوحة? حتى لو انت بصيت على الفاكيوم اللي عندك في المكنة. هرفعك كبوت وبص على الفاكيوم. هتلاقي فيه مصورة جاية من مجمع الحرة على الفاكيوم. بتكون ركبة هنا. فالغرفتين هم متصلين ببعض عن طريق الفتحة اللي احنا شايفينها دي. شايفين الفتحة دي? متصلين اهو. يعني الهوى اللي هنا هو اللي هنا. تبتعلوا نأثر بقى على الفرامل. بدأنا نغط هنا. فكل ده هيتحرك جهة اليسار. فهيجي قافل النقطة دي هيقفل هنا. وهيقفل هنا. ده لما يطلع له قدام الشكل المخروطي ده لما يطلع له قدام يقوم يحكم. يقوم يقفل الغرفة اللي على الشمال عن الغرفة اللي على الايه? على اليمين. اذا الغرفة دي بقت مقفولة مفيش هوا جاي لها. طب الشفط بتاع المكنة ده هيروح فين? يقوم يشفط زيادة. يقوم ياخد مين معاه? ياخد الدراع مع الرداخ ياخد العمود ده هو مع الرداخ عشان كده قلت لك العمودين اللي هناك منفصل ايه? العمود ده بيأثر على اللي قدام منه. فيزقه كده وفي نفس الوقت يقفل الغرفتين عن بعض. قوة الشفط تسحب ده ضد الياي تسحب الرداخ ضد الياي اللي باللون الاسود. وتزق او تدفع الدراع ده جهة الشمال كده. ضد مين? هتأثر على مين? على الكباس اللي في الاستوانة الرئيسية او المكبس اللي في الاستوانة الرئيسية. اذا انا ضغطت مثلا واحد نيوتن با اربعة نيوتن. مين اللي ساعدني? المؤازر الفرمالي او الفاكيو. طيب انا شلت رجلي من على دواسط الفرامل يقوم الياي طبعا انا لما شلت رجلي من على دواسط الفرامل الجزء ده رجع للخلف بتأسير اليايات اللي موجودة هنا دي. هيرجع للخلف تاني. تقوم الغرفتين يتفتحوا على بعض تاني. وكمان الياي يرجع الرداخ لوضعه الطبيعي بالشكل اللي احنا شايفينه. فيبقى الشفط بتاع المكان اللي هنا جاي من الغرفة دي يشفط يسحب الهواء اللي موجود فيلاقي ان الفتحة دي مفتوحة اهي والفتحة دي مفتوحة اهي قوم يسحب من الهواء الجو عادي جدا. ده متصل بالهواء الجو عادي جدا. دي فكرة عمل الرداخ ان هو عامل غرفتين. متصلين ببعض. لكن مجرد ان حضرتك تضغط على دواسط الفرامل يقوم يفصل الغرفتين. يخلي الرداخ اللي في النص كقطعة واحدة كده. عشان يفصل الغرفة اللي في مين? عن الغرفة اللي في الشمال. الغرفة اللي في الشمال دي متصلة بالمكانة. وفي نفس الوقت لما لما اجي اصحب او اشفط منها طبعا عملية السحبة او الشفط يعني الضغط جوه هنا اقل من الضغط هنا. فيعمل ايه? يسحب. في لما يسحب دي هيسحبها جهة اليسار. طبعا نركب هنا الدراع بتاع الفرامل. يقوم دراع الفرامل ده يتحرك هو كمان جهة اليسار. هنا في ايه? في مكبس الزيت. المكبس اللي في الاستوانات الرئيسية. يقوم زائق استوانت الزيت كده جهة الشمال. يضغط معايا الزيت علشان يروح للاستوانات الفرعية. الفاكيوم اللي انت شايفه ده ليه دور كبير جدا بيضاعف قوة التأثير بتاع القدم على الدواسة. لو عايز تحس بامته افصل الخرطوم اللي رايح له اللي جاي من مجمع السحب رايح له وشوف الفرمالة بتاعتك وانت ماشي بالسيارة هتبقى عاملة ازاي? هتحس ان انت مش راكب سيارة. تحس ان انت راكب جرار زراعي صعب صعب التحكم او صعب انك تمسك فرمالة او تقف في المكان اللي انت عايزه محتاج مسافة كبيرة جدا عشان تمسك فرمالة بدون الفاكيوم. الفاكيوم بيضاعف القوة بتاعت رجليك بشكل كبير جدا. تعالوا نكمل. نكمل برضو على المؤازر ده شكل تاني اهوت. لما هيضغط بيفصل لو بصينا على الصورة اللي على اليمين ده هيت. في حالة اه هنا هو الفصل والوصل. في حالة هنا ده انا كده مش ضاغط على الدواس. هنا هو ضاغط على الدواس. لو بصينا في حالة ان انا مش ضاغط على الدواس. شايفين الفتحات دي الغرفتين هم متصلين ببعض. ما فيش اي مشكلة. يعني الهوى اللي هنا راح هنا. الهوى اللي هنا ده جاي منين? جاي من الجو عادي خالص اهو. هوا طبيعي جاي من الجو. ما للغرفة دي وما للغرفة دي. انا عمال اسحب للمكنة. ده رايح لمجمع السحبة هو الخرطوم اللي بيركب هنا. رايح لمجمع السحب. فانا عمال اشفط او الماكنة عمالة تسحب. فالهوى عمال يجي من الغرفة بسحبه من الغرفة الشمال. والغرفة اللي في الشمال بتاخده من الغرفة اللي في اليمين وعادي جدا. وجاي من الهوى الجو. تب تعالوا بقى نبدأ نضغط على دواست الفرامل. تعالوا نضغط كده. بدأنا نضغط على دواست الفرامل. شايفين المكبس اللي هنا ده. فصل لاتنين عن بعض. فصل الغرفة. قفل الفتحة. مش كانت الفتحات ده هي. هي اللي بتوصلهم الاتنين بواعد. هنا هنلاقي ان الفتحات دي انا قفلتها. قفلتها من خلال المجبس اللي قدام مني. وفي نفس الوقت اصرت على الدراع اللي قدام مني. الدراع اللي هنا. الدراع ده بدأ يروح معايا كده. هنا المكابسة هي اللي في استوانة الرئيسية. ده الخزان الرئيسي بتاع الزيت. ده خزان الزيت اهو. يعني كده ده خزنة الزيت رجبة على الفكل. تمام? فالمكبس هيبدأ يتحرك معايا يمين قدام منه زيت. الزيت ده يروح لي فين? يروح لي الاستوانات الفرعية عشان يؤثر على الفرامل. لكن انا عايزك تشوف الفصل بين الغرفتين في الحالة دي. انا فصلت الغرفتين عن بعض. ازا السحب اللي المكنة بتسحبه من هنا تسحبه من الغرفة دي. تب سحبت الهوة اللي هنا. معدش فيه هوا. تقوم تسحب ايه? تسحب الجسم نفسه او الرداخ نفسه اللي هو في النص ده هو. تسحبه. تاخده جهة اليسار. وانا كمان عمال اضغط بالدواسة. يعني انا كل اللي انا بعمله ان انا بقى في الحالة دي بقى في الغرفتين عن بعض. وبعدين المكنة تتولى او تضاعف القوة بتاعتي وتأثر على المكابس بتاعة الاستوانة الرئيسية بتاعة الفرع. كده انا يعني متهيالي احنا شرحنا المؤازر الفرمالي بشكل مستفيد. ومتهيالي كده هو ان شاء الله ان شاء الله تكون كل الشباب فهمة فكرة عمله وتأثيره في الدائرة عامل ازاي? تعالوا بقى نعرف مزايا الفرامل الانقباضية عن الفرامل الانفراجي. والانقباضية طبعا احنا عارفينها اللي هي بتمسك على قرس اللي هي طبعا اغلب الشركات دلوقتي بدأت تستخدم الفرامل الانقباضية عشان المميزات بتاعتها. بيقول لي من مميزاتها يمكن التبريد المباشر لكورس الفرامل حيث ان السطح الذي يتولد عليه الحرارة يكون معرض للهواء الجوي مباشرة. يعني ايه? نقطة دي مهمة جدا. بص يا شباب مش انا عندي قرس الفرامل بتاع الفرامل الانقباضية ولو فرضنا ان هو زي القلم اللي في ايدي ده فانا ماسك على الجزء ده بس. لكن باقي الطنبور او باقي القرس اسف باقي القرس كله مكشوف معرض للهواء. فانا مسكت في الحتة دي الجزء في المقضي يعني لو فرضنا ان انا مسك مسافة خمسة سنط بس فوق على القرس. فالخمسة سنط دول هم اللي ممسكين دي لمدة جزء من الثانية فدرجة حرطهم ارتفعت. وفي نفس الوقت هم بدأوا يدوروا لان مش مجرد انك تمسك فرامل فانت بتمسك الجزء ده وما بتخليش العجلة تتحرك. لأ ده العجلة بتدور معاك لكن انها ايه يعني بدأت تقل شوية. فالجزء ده انا مسكته الجزء من الثانية وبعدين سابني او خلاص هو بدأ يدور فتعرض للهواء فبدأ يتبرد. وبعدين الجزء اللي بعد منه هو هكذا. لكن التنبير نظام التنبير بقى بقى قافل عليه ومش مديله حرية ان هو يتنفس او يروح له هواء علشان يبرد. فميزة الفرامل القروسية ان انا في نفس الوقت بعمل عملية ايه تبريد. مسكت جزء لمدة جزء من الثانية بيتحرك طبعا بيدور لكن الفرامل هي اللي عملها عايزة تمسكه لكنها مش قادرة لان سرعية المكنة اه سرعة العجلة عالية. فالجزء ده وقف عندي جزء من الثانية وبعدين عدى كمل. اللي بعد منه هو فده درجة حرارته ارتفعت. عداني فيبرد ده درجة حرارته وهكذا. كل ما يبعد عن عن تيل الفرامل يبدأ يبرد تاني. لكن في الفرامل الانفراجية ده بيكون صعب ان انا اعمل عملية تبريد في نفس اللحظة وفي التوقيت المباشر. تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده بيقول النقطة اللي بعد كده عدم تراكم الاتربة عدم تراكم الاتربة في فرامل القرص. اما في فرامل ذات التنابير يؤدي تراكم الاتربة فيها الى تآكل غير منتظم بالطنبور والبطاب. يعني ايه عايز يقول ايه? عايز يقول ان انا في الفرامل القرصية بقدر تخلص من الاتربة على طول في نفس الوقت لكن في الفرامل الانفراجية بتفضل الاتربة محجوزة ما بين تيل الفرامل وما بين الطنبور وبالتالي بنبدأ ناكل الطنبور وبنبدأ ناكل تيل الفرامل فنلاقي ان تيل الفرامل مش مستوي وكمان الطنبور مش مستوي فنلاقي اني مفيش انتظام ونلاقي فيه رجل لما اجي امسك فرامل الاقي العجل بتاعي بيرج او السيارة بتاعتي بترج علشان عدم انتظام تآكل الحزاء او الطنبور والبطانة الاتنين في وقت واحد تعالوا نشوف الميزة اللي بعد كده سيانة الفرامل ذات القرص سهلة كما يمكن تغيير التيل بكل سهول فعلا لو جينا طلابي حبيبي لو جينا نغير تيل فرامل انفراجي انفراجي هنلاقي ان الموضوع بالنسبة لي صعب والسستة محتاجة قوة عالية جدا السستة اللي هي بتجمع او بتمسك الحزائين بتوع الفرامل تضمهم لبعض بعد ترجعهم لبعض تاني الجوة بعد تأسير الفرامل هنلاقي ان فيه صعوبة في التركيب ولازم خبرة ولازم حد يفكها قدام منك مرة واثنين وتلاتة وتجرب مرة واثنين وتلاتة وده اللي بنعمله فيه نظام الجدارات ان انت لازم تشتغل على الحاجة مرة واثنين وتلاتة لغاية لما تتقن فهنا لازم تشتغل على الفرامل الانفراجية مرة واثنين وتلاتة عشان تعرف ازاي تفك الجزء وتركيبه تاني وتعرف وتعرف ترتيب الاجزاء والسستة دي ركبة فيه والجزء ده ركب فين لان فيه اكتر من حاجة يعني الفرامل الانفراجية فيها اجزاء كتير جدا ومحتاجة خبرة محتاجة خبرة عالية جدا علشان اقدر احط كل جزء بمكانه واركبه بسهولة بدون معا اه يعني اجرح نفسي او اعرض نفسي للازة وبدون معمل مشكلة لنفسي اما الفرامل القرصية فالموضوع سهل جدا مفتاح سبعتاشر بتفك مصمار واحد ترفع السرج الفوق تشيل التيل وتركب مش محتاجة اي حاجة تاخدش معاك سويا موضوع سهل جدا كل ما هناك انك تحافظ على برضو انا بقول بعض المصطلحات بتاعت السوق علشان لما تنزل سوق العمل تبقى عارف يعني كل الموضوع انك لازم برضو تحافظ على الصاجر اللي بتكون موجودة ورا الطيل عشان تركبها في مكانها او لو كان اه عبارة عن سوستة كده بتركب فوق يعني بعض الحاجات البسيطة جدا يمكن جزء او اتنين اللي انت لازم تاخد بالك منه وانت بتفكه علشان لما تركب تاني ما تنسهوش لانه مش هيرجع التيل لوضعه الطبيعي تاني بعد تأسير الفرامل لكن الفرامل الانفراجية اجزائها كتيرة جدا ومحتاجة منك خبرة كبيرة قوي وشغل كتير جدا عشان تفهمه تعالوا نكمل ونشوف الميزة الرابعة بيقول لي الفرامل القرصية لا تحتاج زيادة المسافة التي تتحركها دواست الفرامل عندما يسخن القرص اما في الفرامل اه ذات التنابير يعني تزداد المسافة عند عندما يسخن الطنبور بسبب تمدد عايزي يقول لي ان انا كمان هنا ما بيحصلش عمدي زيادة في درجات الحرارة فمش محتاج ازود في الضغط بتاعتي او الدوسة بتاعتي اما في الفرامل الانفراجية عشان بيحصل عندي تمدد من ارتفاع درجات الحرارة فانا محتاج في الحالة دي ان انا اعمل رجلشة ومحتاج ازود من الضغط بتاعي او القوة التأسير الفرمالي على الدواسة علشان اعوض اللي بيحصل نتيجة التمدد اللي حاصل الاجزاء بتاعة الفرمال تعالوا بقى نشوف الصيانة تعالوا ندخل في صيانة الفرامل ايا كانت فرامل مفرجية او انقباضية ونشوف بعض المشاكل اللي ممكن تحصل وعلاجها بيكون ايه او الاسباب بتاعتها بتكون ايه تعالوا بينا نبدأ بعض الاعطاء اللي نعرفها نشوف اول حاجة عندي العطل بيقول لي العطل والاسباب المحتملة للعطل ده اول حاجة عندي بيقول لي بدال الفرامل يصل الى ارضية السيارة عند الضغط علي يعني حضرتك راكب العربية وضاغط على الدواسة لما تيجي تمسك فرامل لازم تضغط على الاخر لغاية لما دواست الفرامل بتنزل لارضية السيارة ده التفسير بتاع يعني لو واحد جاي يقول لك عميل جاي يقول لك يا باش مهندس انا عشان الفرامل بتاعته تمسك لما بضغط الدواسة بتنزل لارضية السيارة ايه ده ده العطل بتاعي ده ايه وايه ايه الاسباب اللي ممكن تكون محتملة تعالوا نكمل فبيقول لي لما تعالوا نشوف الشاشة فبيقول لي انخفاض السبب اللي هيخلي ان الدواسة تنزل للارضية او تنزل للاخر خالص اه والسيارة كمان ما بتقفش ده بيقول لي السيارة كمان ما بتقفش او ممكن تاخد مسافة طويلة كمان علشان توقف يعني مش كفاية ان هي بتوصل للارضية ده كمان السيارة ما بتوقفش او لو وقفت بتاخد مسافة كبيرة جدا طب ايه الاسباب المحتملة اللي قدت لده اول سبب عندي بيقول انخفاض مستوى الزيت في الخزاة ممكن يكون طبعا يعني والراجل بيحكي لك او العميل بيحكي لك على المشكلة انت ترجمت على طول وفهمت ان الزيت عنده ناقص فهتروح تزود زيت في وتستقص الهوى تزود زيت في الاستوانة الرئيسية وبعدين تعمل استقصال الهوى او ممكن يكون سبب تاني اللي هو ايه تلف الاستوانة الرئيسية تلف الاستوانة الرئيسية يعني ايه طبعا الاستوانة الرئيسية دي بيكون جواها مكبس او اتنين عليها جلد او موانع او حبك زي جلدة كده بتمنع الزيت ان هو يهرب للخلف فانت لما تيجي تضغط على الكباس المفروض المكبس يضغط الزيت اللي قدام منه كله تب لو الجلدة دي فيها تآكل الزيت هيعدي ورا المكبس وبالتالي قوة التأثير الفرمالي او ضغطة بتاعت رجلك مش هتنقل الزيت كله وهيهرب قوة من بتاعتك ففي الحالة دي محتاج اغير منظومة او طأم الاصلاح بتاع الزيت او اغير الاستوانة الرئيسية كلها يبقى ده السبب التاني ممكن يكون عندي تلف في الاستوانة الرئيسية او المصدر السبب التالت تعالوا نشوف السبب التالت بيقول لي وجود هواء في دائرة الفرامل الهايدروليكية يعني ايه زيت فيه زيت دخل في الدايرة فيه هوا دخل فيه دائرة الزيت بتاعتي او دائرة الفرامل بتاعتي والزيت غاز والغازات تنضغط اما السوائل لا تنضغط عشان كده احنا استخدمنا زيت يعني ايه تنضغط يعني انا لو عندي زيت جوه دائرة الفرامل فالزيت هيعمل فقاعة او هيعمل مسافة كده بين زيت وزيت فحضرتك تجي تأثر او تضغط على دواست الفرامل هيعمل ايه في الهوا هيعمله كده هيضغطه لغاية لما الهوا انضغط المسافة اللي انت ضغطتها دي وصلت رجلك لغاية قبل ما توصل الارضية بشواء صغيرين وبعدين بدأ الهوا لما انضغط جاب اخر يعني انضغط الاخر بدأ يأثر على الزيت اللي جنب منه فيضغط على زيت فتحس انت ان انت الفرمالة بتمسك ضعيفة اوي ده ليه علشان الهوا موجود والهوا انها هيعمل زي السست لانه بينضغط فخد جزء كبير جدا من القوة بتاعتك الدوسة بتاعت الفرمالة دي خد جزء كبير جدا منها وافقدوا او ما نقلوش للزيت اللي جنبه علشان يأثر على الفرامل يبقى حضرتك يا استاذ ويا استاذة اه اه لما تيجي تدوس على دواسط الفرامل وتلاقيها وصلت معك للاخر هيكون عندك عدة اسباب اول سبب ان الزيت عند ناقص في العلبة الرئيسية تاني سبب يكون الزيت ايضا يكون العلبة الرئيسية بتاعتك فيها مشكل فمحتاج نتغير العلبة الرئيسية او المصدر او نغير طقم اصلاح بعض السيارات بنغير لها طقم اصلاح مش اغلب السيارات بيمشي معها الموضوع ده فبنغير العلبة كلها بنغير الخزنة كلها يقولك عايزين نغير خزنة الفرامل والحاجة التانية ان يكون فيه هوى في الفرامل بتاعتك والحاجة الاخيرة بالنسبة لي او بالنسبة للنقطة دي ان سائل الفرامل بتاعي بيتهرب سائل او الزيت بتاعي بيتسرب او بيتهرب ممكن يكون من الاستوانات الرئيسية الموسير اللي ركبة على الاستوانات الرئيسية بتهرب زيت فبيقل معايا الزيت على طول او من الاستوانات الفرعية اللي في العبل عشان كده بنقولك بص تحت السيارة قبل ما تمشي لو السيارة بتاعتك مستقدمة وقديمة وانت شاريها وانتش عارف لسه فيها الدنيا فيها ايه بص تحت السيارة شوف فيه زيوت ولا ما فيه زيوت لو فيه زيوت طبعا بالخبرة احنا كفنيين انتو يا شبابي كفنيين ولادي الطلاب كفنيين عارفين الفرق بين زيت الفرمالة وزيت الفتيس وزيت الديركسيون بيبان معايا وبعرف بالخبرة يعني مجرد ان انا شوف الزيت او اخده على ايدي كده واشوفه بعرف ده زيت فرامل او زيت ديركسيون او زيت مكنة تمام يا شباب فده العطل والاسباب المحتملة التي تؤدي الى هذا العطل تعال نشوف عطل تاني العطل التاني بيقول لبدال الفرامل يصل الى ارضية السيارة عند الضغط عليه وصل للاخر عند الضغط على البدال يصل الى ارضية السيارة تقريبا ولكن يكون عادي فيه ضغطات بعد ذلك يعني لما تضغط عليه بعد كده يبقى مظبوط يعني اول ضغطة ينزل للاخر تيجي تضغط عليه تاني يمسك معايا او الفراملة التأثير بتاعها يكون شغال عادي جدا هي في اول مرة بس اجي اضغط الاقي الدواسة نزلك للاخر وصلت الارضية فيش تأثير ارفع عليك لو اجي اضغط تاني الاقي الفراملة اشتغلت معايا تعالي نشوف ايه الاسباب المحتملة اول سبب بيقول لي مشكلة فرمان بلي العجل او اجزاء التعليق الامامي ممكن يكون عندي مشكلة فرمان البلي تاني حاجة بيقول لي ضعف في ضعف جدران لي الفرامل الجدران بتاعة الاستوانات الفرعية نفسها تمام تلف في حابك الاستوانة الرئيسية اللي هو اللي بيمنع الجلد او تأمل اصلاح الداخلي او انخفاض مستوى الزيت او سائل الفرامل خلي بالكم انخفاض مستوى الزيت هيشاركني في حاجات كتيرة جدا عدم تطابق سائل الفرامل اللي هي نقطة الغلام بتاعته منخافضة عشان كده لما نيجي نحط الزيت زيت فرامل كمان ياريت نحط الزيت اللي الشركة موصية بي ياريت كل واحد عارف سيارته ايه شركته ايه فالشركة بتقولك استخدم زيت فرامل كزا هو اي هو انا هو انا ما ينفعش احط اي زيت اه ما ينفعش تحط اي زيت لا في المحرك ولا في الفتيس ولا في الدركسيون لازم تحط الزيت اللي الشركة موصية عليه لان نقطة الغلايان هنا بتاعت الزيت بتاعة شركة يعني فيه شركة عاملة نقطة غلايان مختلفة عن التانية فكل شركة مصممة الجلد او طأم الاصلاح اللي موجود في الفرامل حسب المواصفات بتاعته اللي هو اي الخد الزيت كزا فانت استخدم الزيت اللي الشركة موصية عليه تمام يا شباب تعالوا نشوف النقطة الاخيرة ضبط غير النقطة اللي قبل الاخيرة ااسف ضبط غير دقيق لضراع دفع الاستوانة او المؤاذر المؤاذر الفرمالي يعني اه بيبقى فيه مصمار رجلاش كده تحت دواسة الفرامل فانت ممكن الفني او اللي هو حضرتك يعني تكون اه مش مطول الدراع ما اثروا للاخر فالرجل يجي يدوس الدراع ما يقصرش لان المسافة سيارة فيضغط يلاقي الدواسة وصلت للاخر وما حصلش اي تأثير فرمال فاحنا بننزل من طبعا اه عارفين مكان الرجلاش ده او مكان المصمار ده فيه بنخش مكان ما السواء كان راكب او قائد المركبة كان راكب وننزل تحت وورا دواسة الفرامل هنلاقي الصمولة اللي هي بتمد الدراع او بتطول الدراع وتأثره بعمل الرجلاش من الحتة دي عشان اعلي الدواسة اجيب الدواسة للسواء كده يعني اخليها تعلى او اوطيها بيقول له علي طبعا بالخبرة بقى الناس اللي هي بدأت الناس اللي بتركب سيارات يعني وبقى عندها خبرة يقول له علي للدواسة شوية لانا ما بطولهاش او انا لما باجا اضغط ما بتوصلش بما بعرفش اوصلها للاخر فعلها لي شوية فيرفع له الدواسة شوية بحيث ان من اقل تأثير فرمالي او من اقل ضغطة يبدأ يأثر والسيارة بتاعته تمسك من المصمار اللي في الخلف اللي عند الدركسيوت بنزل وخش وورا الدواسة بالزبط الاقي الصمولة بتاعت الدراع اللي هي بتطوله او تأثر الدراع بتاعه كمان بيقول للنقطة الاخيرة هنا ان فيه هوا في دايرة الفرامل عشان كده لما انت اضغطت اول ضغطة كانت عمالة تضغط هوا بعدين ضغطنا مرة واثنين فبدأ يضغط الهوا الاخر ضغط له يعني ده اعلى ضغط عنده بعد كده تلاقي الفرامل بتاعتي بدأت تمسك بالمناسبة بالخبرة برضو انت كفني لازم تكون عارفة المقطة دي ان انت لو السيارة بتاعتك بدأت تسحف منك او عايزها تمسك في مسافة اقل ما تضغطش على دواسة الفرامل وتفضل مكلبش احنا كحتى السادة المشاهدين لو عايز السيارة بتاعتك تمسك لو انت ما عندكش اي بي اس في السيارة بتاعتك وعايز السيارة بتاعتك تمسك فرامل في مسافة اقل ما تضغطش على دواسة الفرامل بقوة عالية وتفضل ضغط المال نعمل ايه لا نعمل تبديل بسرعة عالية جدا نظام ال اي ب اس هو بيعمل كده لوحده من غير ما حضرتك تعمل فهي فكرة جاية من هنا ان انا اعمل انغلاق او امسك فرامل واسيب وامسك فرامل واسيب تلاقي السيارة بتاعتك مسكت او عملت ايقاف للسيارة في مسافة اقل من ما انك تفضل ضغط على دواسة الفرامل وتفضل مكلبش عليها او ضغط عليها بشكل سابت تعالوا نشوف العطل اللي بعد كده بيقول لي تصلد البدال وصعوبة الضغط عليه على البدال يعني ايه يعني يحتاج البدال للضغط عليه بقوة عالية لتفعيل الفرامل او حدوث العطل المفاجئ ايه بيقول لي ان البدال البدال ده اللي هو الدواسة دواسة الفرامل بيقول لي التصلد يعني تحس ان هي نشفة او جامدة البدال بتاعي الفرامل جامد محتاج ان انا اضغط عليه بقوة جامدة جدا عشان الفرامل بتاعتي تبدأ تأثر او السيارة بتاعتي تبدأ تقف الناس من اللي كانت مركزة معانا من شوية هيقول لي تصلد او صعبة او الفرامل بتاعتي نشفة او صعبة ده معناها ان المؤازر مش شغال ممتاز جدا ده سبب من الاسباب مدام المؤازر بتاعك مش شغال ممكن يكون الخرطوم فيه تنفيس الخرطوم اللي بيسحب من اللي جاي من مجمع السحب رايح للفاكيوم او المؤازر بينفس فشفط المكنة بيسحب من التنفيس ده من المكان اللي فيه شاء ما بيسحبش من الفاكيوم ففي الحالة دي حضرتك الفرامل بتاع السيارة كلها هتعتمد على رجلك ولو كلها اعتمدت على رجلك في سرعة عالية ما انتش موقف السيارة مش هتوقف فانت محتاج الفاكيوم لازم اذا تسلط يعني الفرامل معايا نشفة معناها ان ممكن يكون المؤازر او الفاكيوم بتاعي مش شغال الفاكيوم مع عطلان لا مش شرط الفاكيوم يكون عطلان المال ممكن يكون ايه العطلان الخرطوم اللي جايب من مجمع السحب للفاكيوم ده ممكن يكون سبب او ممكن يكون المؤازر فعلا هو العطلان تمام يا شباب النقطة اللي بعد كده اللي ممكن تكون سبب في تسلط بدال الفرامل عدم وصول تفريغ للمؤازر عدم وصول تفريغ يعني برضو الخرطوم مش ساحب ما فيش شفط ما فيش شفط أو عدم وصول تفريغ يعني ما فيش شفط جاي طب الشفط ده بيجي منين؟ بيجي من الخرطوم طب الخرطوم استعوض أو خد الهوى اللي هو عايزه من الشاء اللي فيه أو عدم الحبك ما هو الخرطوم راكب على الفاكيوم فالخرطوم واسع شوية أيا كان يعني او مناش رابط الافيس كويس فعمل تنفيس ما هو برضو من ضمن الحاجات اللي ما بتديش قوة فرماية عالية ان الخرطوم اللي جاي للمؤازر ماكنش رابط عليه كويس يعني هو راكب راكب وتمام والدنيا ماشي معك وانت حسس ان الفاكيوم شغاه بس ماهوش مديك الجودة بتاعته او الكواليت بتاعته بنسبة 100% ده ليه علشان انت مش رابط الافيس كويس فالما كان عماله تشفط بس بتاخد 80% من الفاكيوم و20% جايباهم من بره من عند الافيس فلازم اربط في الحالة دي رابط كويس وتأكد ان التنفيس مفيش تنفيس خالص للخرطوم وان كل السحب بتاعمه اللي جاي من الخرطوم ده جاي منين جاي من الفاكيوم او من المؤازر الفرمال تعالوا ان نشوف النقطة اللي بعد كده بيقول لي انبعاج فيه انابيب الفرامل المواسير اللي موجودة عندي فيها انبعاج او انحناء بشكل صعب فالتأثير او حركة الزيت داخل الانبيب بيكون صعب او بيكون تقيل وبالتالي الفرمالة بتاعتي هتبقى ضعيفة او الاستجابة بتاعتها هتكون ضعيفة بيقول لي وجود عائق تحت البدال ودي نقطة فضيعة ومهمة جدا يا شباب وكل يعني في ناس كتير بتغلط فيها وبتقع في نفس الخطأ ده ده وممكن تقدي او ممكن تضيع حياتها بسبب الخطأ ده ان انا اشرب في ازازة مية وانا في السيارة وتقع مني الازازة المية تحت البدال بتاع الفرامل وانا مش واخد بالي واسبها على كده وما اخدش بالي وفجأة محتاج امسك فرامل اضغط على الفرامل الازازة تحت مني طبعا انت قفلها مهما تضغط هي عشان مقفولة طبعا تعتبر زيها زي اي جسم صلب لو هي مفتوحة احنا هنضغط عليها اطلع المية اللي فيها وخلاص ونقدر نكمل الفرامل لكن هي مقفولة فبقت خلاص زيها زي اي جسم صلب تضغط على الفرامل مهما تضغط على الفرامل خلاص هي مفيش فرامل عندك فتلاقي نفسك لقدر الله لبست في او عملت حادث ده بسبب ان انا نسيت حاجة وقعت في الدواسة بتاعت السيارة وجات تحت دواسة الفرامل وانا ما خدتش بالي عارفين الفرشة اللي احنا بنحطها تحت في السيارة الفرشة دي لو انت حطت اتنين زي يعني مثلا واحد جاب طقم جديد طقم دواسات جديد للسيارة بتاعته ويسابت طقم القديم وحط ده كمان عليه ده بيأثر معايا في الفرامل لان المسافة بتاعت الارضية زادت في الحالة دي يتعلي البدال يتشيل واحدة منه مفيش حاجة تاني او لو اي شيء انت نسيته بس في ارضية السيارة وبدأت تضغط على الدواسة جي تحت البدال مش هتعرف تمسك فرامل دي مشكلة فلازم قبل ما نتحرك بالسيارة بتاعتنا نشوف المكان بتاع دواسة الفرامل لازم ننظف المكان ده لازم يكون نضيف ولازم كمان الدواسة بتاعت الفرامل حتى ما تكونش متنية او محنية او تكون جايبها سميكة لو جايبها سميكة زيادة عن اللازم ارفع روح لي فني اللي هو حضرتك طلاب بتاعنا وخليه يرفع لك دواسة الفرامل لفوق من المصمار اللي قلنا عليه خلف الدركسيون وخلف دواسة الفرامل عشان يعلي الدواسة بتاعتي مش لازم الدواسة تنزل للاخر خالص عشان المسافة اللي انت زودتها بتاعت الفرشة اللي انت حطيتها في سر حاجات بسيطة جدا لكنها تأثر معاك في قوة الفرامل طلابي لازم ناخد بالنا من النقاط المهمة دي تعالوا نشوف عطل تاني العطل التاني بيقول لي بدال الفرامل يهبط عند وضع القدم عليه يقوم البدال عند الضغط عليه بإيقاف السيارة ولكن يبدأ البدال في الهبوط ببط لأرضية السيارة يعني عايز يقول ادمحلال ادمحلال للايه للفرامل طب يعني ايه يعني انا بضغط على دواسة الفرامل اه دواسة الفرامل بتمسك لكن ببص لا ان الدواسة عملا تنزل تكمل معايا تكمل معايا لغاية لما تنزل للايه للارضية خالص وبرضو قوة الفراملاء ضعيفة يعني حضرتك المفروض ان عارف انا متعود على سيارتي ان انا لما بضغط على الدواسة خلاص هي مسكت وبيت تفضل الدواسة سابتة معايا والسيارة بتاعته وقفت لا ده ضغط اهو السيارة وقفت او هدت لكن الدواسة عملا تكمل معايا لغاية لما نزلت للايه للارضية ده السبب تعالوا نشوف بيقول لي بطناطي الاحتكاك غير مطابقة للمواصفات التيل بتاع الفرامل اللي هي بطنط الاحتكاك بنسميه تيل في سوق العمل التيل بتاع الفرامل اللي انت بستخدمه مش هو اللي الشركة موصية به انت بستخدم نوع الشركة مش موصية به يبقى عدم مطابقة البطنة للمواصفات ده ممكن يجيني صح وغلط ممكن يجيني اختيار ممكن يجوني توصيل حاجات كتيرة جدا طيب الشيء التاني سخونة الفرامل نتيجة تحميل الفرامل عليه يعني انت مستخدم الفرامل كتير جدا فنلاقي ان جودة الفرامل او بيحصل تحجير للفرامل مع ارتفاع درجة الحرارة وده وده بيحصل لما يكون نازل منحضر فمستخدم الفرامل كتير جدا عشان كده لما تيجي تنزل منحضر حمل على المكنة ما تحملش على الفرامل حمل على المكنة يعني ايه؟ يعني حط للمكنة او حط للسيارة بتاعتك غيار تقيل اول تاني واتزل عليه وهذا انت هتحتاج الفراملة بشكل اقل من لما تنزل وانت حطت التالت او الراب هتلاقي ان السيارة سرعتها بتزيد فهتضطر تمسك فرامل كتير جدا لا حمل معك خلي المكنة فراملة معك المحرك بيكون فراملة في الحالة دي او لو حضرتك نازل منحضر على سيارة اوتوماتيك انزل على التاني والتالي حاجات اللي هي بتبقى موجودة عندي انا عندي دي انت متعود على دي بس لا ما انت عندك واحد واثنين وثلاثة او بيبقى في يعني حسب كل شركة بتبقى كتبالي ان انا لو نازل منحضر بمستوى معين استخدم ايه بالزبط من الخيارات التانية اللي قدام منه فمش لازم تفضل على دي لا غير انقل على الاول او على التاني لو انا نازل منحضر او طالع منحضر احنا بنستخدم حاجات تانية فانا في الحالة دي هستخدم الفرامل بشكل اقل وبالتالي الفرامل بتاعتي مش هتسخن او درجة حرارتها مش هتعلى فهنا الفرامل هتكون ضعيفة لما بتسخن الفرامل معايا او الاجزاء الداخلية للفرامل بيكون قوة الفرامل بتقل والكفاءة الفراملية بتاعتي بتقل بشكل كبير جدا تكتن عدم الفرامل معايا طيب النقطة اللي بعد كده بيقول لي سخونة الفرامل لسوء التبريد برضو ده سبب من الاسباب او تلوث سائل الفرامل بماء يعني ممكن تكون الزيت اللي عندي بقى عليه مياه او انا استخدمت زيت مش كويس ما هو انا عندي اول نقطة فوق استخدمت بطانة احتكاك او بطانة او تيل فرامل غير مطابق واستخدمت زيت فرامل مش مطابق او عليه مية النقطة رقم خمسة بيقول لي تسريب ضعيف في دايرة الايه الفرامل يعني عندي تسريب ضعيف جدا في دايرة الفرامل فانت لما بتضغط الزيت طبعا ضغطه عالي جدا بيتحرك بضغط عالي فالمكان اللي بيفيس او بيصرب زيت مع الضغط العالي ده يبدأ يصرب كمية زيت عشان كده تلاقي الدواسة بتاعتك عما لا انت انت مسكت الفرامل اهو المفروض ان هي سبت ما تتحركش لا ده هي عما لا تعمل معاك كده زي ما زي ما انت شايد بزبط تبدأ تنزل احس ان هي بتنزل معايا بس ببطء ده معناه ان انا عندي زيت بيتسرب فترة بسيطة يعني ممكن على ما تكمل المشوار بتاعك وتوصل لنهاية المشوار تلاقي لمبة الفرامل بتاعتك نورت اللي هي دايرة وعليها خطين حمر من الجنب دايرة الفرامل اللي نورت معايا ده معناه ان الزيت قل معك في الخزن ده ليه عشان الزيت بيهرب اذا لما تيجي تضغط على الدواسة وتمسك معاك فرامل بس عما لا تنزل بقى بعد كده عما لا تنزل معايا بهدوء ده معناه ايه معناه ان انا عندي تسريب ضعيف برضو ده من ضمن الاسباب المحتمل عندي تسريب ضعيف للفرامل النقطة الاخيرة تسريب داخلي في الاستوانة الرئيسية للفرامل عندي تسريب في الاستوانة الرئيسية للفرامل ده برضو من الاسباب اللي ممكن تخلي الفرامل بتاعتي ما تمسكشي بجودة عالية للأسف وقت حلقتنا انتهى ويا رب اكون قدرت اوصل معلومة بشكل سهل وبسيط عرفنا العطل والاسباب المحتملة ليه وتكلمنا كمان عن الفاكيوم او المؤازر الفرمالي يا رب الحلقة بتاعت المهاردة نكون استفادنا منها ونحاول نجتهد ونبدأ نذاكر علشان ان شاء الله نجي نعمل او نحقق اللي احنا بنحلم به بشكركم في نهاية الحلقة دمتم في امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته